عاد مضيق تايوان للواجهة مجددا في إطار تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها ففي أول عملية من نوعها منذ تصاعد التوتر مع الصين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه أعلنت البحرية الأمريكية أن سفينتين حربيتين أمريكيتين أبحرتا عبر مضيق تايوان وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن عبور السفينتين يثبت التزام الولايات المتحدة من أجل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ في المقابل أعلن الجيش الصيني أنه يرقب التحركة الأمريكية في مضيق تايوان مشيرا إلى استعداده للرد على أي استفزازات وتأتي عملية عبور السفن الأمريكية تنفيذا لما أفصح عنه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون أسيا كورت كامبل بأن الولايات المتحدة ستجري عمليات عبور بحرية وجوية في مضيق تايوان مؤكدا أن القوات الأمريكية ستواصل رغم التوتر التحليق والإبحار والقيام بعمليات حيث ما يسمح القانون الدولي بذلك وتأتي تلك التطورات بعدما أجرت الصين تدريبات عسكرية لتكون بمثابة رد من جانب بكين على الزيارة التي أجرتها بلوسي أرفع سياسي أمريكي تطأ قدمها على الجزيرة خلال 25 عاما وشكل مضيق تايوان مصدرا متكررا للتوتر العسكري فبعد نحو أسبوع على زيارة بلوسي استقبلت الجزيرة خمسة مشرعين أمريكيين آخرين ليرد الجيش الصيني بتنفيذ مزيد من التدريبات قرب الجزيرة